اعرب معالي سيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر والامتناء لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لنهج الدبلوماسي الحكيم والسياسة الخارجية التي وضعت المملكة في مصاف الدول الداعمة لقيم السلام والحوار جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء بليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين حيث اشاد رئيس مجلس النواب بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التطلعات والرؤى الملكية السامية في تعزيز دور الدبلوماسية والسياسة الخارجية الحكيمة للمملكة وفق ترسيخ التعاون الخليجي والعربي وفي اطار الدول الإقليمي والدولي مؤكدا معاليه ان ما حققته الدبلوماسية البحرينية وسياستها الخارجية يعد انموذجا رائدا في الحكمة وبناء العلاقات الوطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة والتعاون الفاعل في المسارات التنموية كافة مشيدا معاليه بجهود وعطاء كافة الدبلوماسيين والعاملين في وزارة الخارجية مقدرا عاليا دورهم المخلص واداءهم المتميز في سبيل رعاية مصالح الوطن والمواطنين في الخارج وتمثيل مملكة البحرين بالصورة المشرفة التي نعتز بها جميعا ترجمة نانسي قنقر